أهلا وسهلا شكرا لك على استضافة وتحية لكل مسامعي مزاي كافا سيد مونجي كنت موجود الآن في رحابة المحكمة كنت نسمع في أخي الشهيد يقول أحنا نستبشر خير يمكن وصلنا إلى جزء من بر الأمان بالنسبة لي يقول بالنسبة لي تم السماع في وضعيات معقولة يقول المحكمة حسيت وضع اللي هو وضع لحد تقديره سليم في تعاطي لأول مرة بالنسبة لي مع القضية رائعك سليمونجي ونتي بدك كنت نورد العين المكان شكرا لك على السؤال هو معناه طبعا نحن معناش حق في غير أنه نكون نستبشر خير ويكون عنا أمل واللي معناه يتبع الحق في نهاية المطاف يظهر الحق ونحن حداش نسناه حزب الوطني الديموقراطي المواحد يتابع معناه هالي القضية وفم وقفات دورية تاكها كل يوم من أجل كشف الحقيقة ونحن اليوم اللي تم هو جلسة استنتاك فيما يتعلق بمجموعة التنفيذ لأنه فما ثلاثة مجموعات فما مجموعة التخطيط فما مجموعة اللي بدلوها وتعطي في معطيات جد مهمة كبيرة برشا وتتعلق معناها بالكشف العديد من الحقائق نحن نعتبره أنه فما معناها شي يتغير شو يتغير يتغير من الحاجات الكبيرة اللي تغيرت هي مثلا الوكيل الجمهورية اللي كان موجود واللي كان معناها جاثم على أنه تتقدم القضايا هذه وكان عنده دور في تفتيت القضية وفي العمل كل الخزعبلات الممكنة والغير ممكنة من أجل معناها تستر على الحقيقة وتعرفوا اللي حتى معناها تقرير التفقدية العامة للوزارة العدل قامت بتقرير معناها كبير برشا وكشفت اللي قرابت 6000 قضية تم معناها تستر عليها بما فيها مسائل تتعلق معناها بمحاضر ومسائل تتعلق بالاختيالات وهي الدفاع معناها قامت بعمل جبار عمل كبير برشا متع تحقيق متع كشف متع استقصاء متع البحث في الملفات متع لأنه فيما العديد المواطيات اللي كانت فيه محاضر أخرى وفيه أبحاث أخرى متع قضايا أخرى متع لقبل الارهاب اللي تم معناها تجميحة وتخدمت معناها خدمة كبيرة برشا من أجل كشف حقائق ومن أجل وأنه الملف ياخد طريق متاعه سيمونجي وجدانك ايش يقول في علاقة بيذي القضية أنت اللي عايشت اللحظة عايشت الرجل عايشت التفكير السياسي عايشت البرلمان والثورة عايشت التأسيسي وجدانك ايش يقول في علاقة بيذي القضية بالنسبة لي أنا منذ البدء منذ البدء وجداني ووجدان الوطد قال خليلي في وجدان مجرح قال وأن هناك مسئولية سياسية وأخلاقية لحركة النهضة في الاغتيال السياسي اللي كان عرض ليه الرفيق الشهيد شكرا بالعيد هذا كناه منذ البدء ولم نكن معناها اللي نعوض المسار القضائي مش نجي ونقول وراه هذو ما لغتالوه وهو شكون كان وراه وهو اللي خطط وهو اللي احماء لكن كان عنا الاعتقاد الدفين الانتيم كونفيكسيون الداخل باللي معناها وراه هؤلاء فما حركة النهضة هي الدفاع سنة الماضية في المنسبة الذكرى العاشرة أعنت وقالت رأوا معناها قدموا قضية فيها اتهام رجل غنوشي بالظلوع في القضية دي فما حاجة أخرى اسمها الجهاز السري اللي كان فيها عنصر معناها مفصلي فيها مصطفى خبر كان فيه ما يتعلق بالجهاز السري وكان فيما تكتم عليه كذا وقع توجيه الاتهام باعتبار وظالع في قضية اغتيال الشهيد شكرا براية دونق قد قولي كل ما تجبد اسم وتقال عني كلم من بعد القضاء اللي يقول خبيني لما أبعض هره دونقاء القاء ما يسمح له أنه يوجه التهم بالظبط دونق بنسبة لي معناها وتوى كما قلت لك معناها تصور انتي كان قادل كما قبل وكات الجمهورية متاحهم كما العادة وتتستر كما العادة منجير رحوي شنو اللي منع أن القضية تتطور من 2014 ل2019 شنو اللي منع نحن شكنا نحن نحن كنا فم الدولة تم اختراقها تم اختراق مفاصل الدولة في مستوى القضاء في مستوى الأمن في مستوى الإدارة في كل المستويات اللي عملت معناها الاختراقات هذه اللي كانت أساسي أذرع أذرع والدولة والقضاء ما زال معناها يعني مضينا بعيدا بهذا الاتجاه وقع اختراق اللي كان هذك هو المانع وكان الحاجز وكان الكابح أمام أنه القضية تتقدم وأنه يتم كشف معناها حقيقة الاختلاعات السياسية للشهيد محمد إبراهيمي وللشهيد شكري بلاي أكت أين هذا شعن يعني بالنسبة ليك الآن احنا أمام الباب الأول شابتر الأول الآن المنفذين ما زال الآن أبواب أخرى موجودين القضايا وموجودين الملفات وستعرض بمعنى وأن السنطاق الآن لا يتعلق معناها يعني إنهاء القضية وسيب شاكعة في مثل الله معناها تسكيرها فما الجانب هذا المتعلق اللي نفذوا اللي قاموا بي كانوا عناصر تنفيذية في عملية الاختيال كان في الأعداد والأعداد اللوجيستي والشماعات والتحضير ولا كذا وفما اللي خطط اللي موجودة فيها قضايا وملفات وفما اللي حما وفيها قضايا وملفات وطبعا هذه فيها كلها المعتى السياسي المعتى السياسي بتورط مكونات سياسية حكم تونس تيلة العشرية اللي فاتت واللي كانت تعمل على بالفعل معناها تفكيك الدولة والمجتمع وإنفاذ مشروحها يعني ضمن تصور كامل خاص بها وضمن تصور كذلك إقليمي ودولي هل انتهى هذا التصور في تونس اليوم كيفاش هل انتهى هذا التصور في تونس اليوم اليوم التصور هذا الظلامي الرجعي المعادي للشعب لم ينتهي ضعف بطريقة كبيرة برش وإمكانية تأثيره ضعيفة برش لكن لا يعني وأنه معناها انتهى هو في جبهة الخلاص الآن وموجود في جبهة الخلاص وهو ناشط في جبهة الخلاص وأساسا حركة النهضة والإخوان المسلمين بشكل عام وفما خلايا نايمة أنصار الشريعة اللي هي ذراع من أذرع لإخوان المسلمين بشكل عام موجود ولكن كيف كيف ضعفه وإمكانيات عملهم ضعيفة لكن نحنا نعرف أنه المناخ العام اللي موجود لا يسمح بتطور هؤلاء ولا يسمح باستعادة التأثير متاعهم وقوتهم كما كنت في 2011 و12 و13 و14 و15 حتى 2021 بعض الأسألة السريعة في علاقة بهذا سلمونج على فترة همني رأيك قتل الإسلام السياسي فيما توصف أنت ببعض الأذرع في وقت من الأوقات هز السلاح واقتل الإجابة منتع اليسار كانت إجابة لمؤسسات ومشال القضاء مشال القضاء مشال الشارع كمؤسسة مشال الأعلام مشال الضغط مشال والبحث على الحقيقة اليوم هل يكفي ولا لا يكفي اليوم رجل غنوشي في السجن علي العراية في السجن اليوم القيادات النهضة القيادات الفترة موجودين في السجن بقضايا مختلفة فما قضايا وزارة داخلية وتأثير المستشار اللي كان معال بحيري سيد فرجاني منزل موجود مزل عندهم في الإدارة سيد في الحبس مونجي ندي الناس اللي معاهم واللي كانوا مورطين معاهم واللي يخافوا من أنه المسار اللي موجود يكشف عليهم يعملوا على حجب الحقيقة وتعتيل كل المسارات من أي نوع ما فيها رأوا حتى مش القضايا المتعلقة بالغاية السياسية رأوا حتى قضايا أخرى فما قضاء اللي يعمل جزء منه يعمل على أنه يخذت الأوراك يخذت الأوراك ويبعث الأمور ويأزم الوضع بطريقة وأنه معاش تفهم من ضد من ويكون صحيح من الغالب وقتا شنو الهدف تطهير تام والشامل للدولة مثلا كيفاش وقتا نحن فما حاجة كناها منذ البدء وقالها الشهية شكري بالعيد قال راهوا عمادة الدولة الديمقراطية والدولة المدنية والقضاء المستقل والناجز واللي القضاء هذية يتبق القانون على الجميع بالتساوي والناس يكونوا تتساوي أمام القانون وهذا خلطناه أو مازال؟ لا مازالنا مازال برشا مازال برشا عليش مازال برشا قلت الأذرع مازالت موجودة هاتون كل نوصل مون أذرع ما حتى معناها تصور لإصلاح القضاء شو معناها؟ اي معناها شو نقول أنا نقول ثورة الحرية والكرامة وقت اللي جات جات عطت فرصة للتوانس الكل كنا أمام استبداد ديكتاتورية حريات مضروبة عن أهل الفساد في كل أنحاء البلاد وعطات فرصة للتوانسة بيش تحروا وبش يسلحوا وبش يحقوا اللي معناها استشهد من أجل المئات وألاف من الجرحة قد مروحم من أجل هذا فما مطالب شعبية مطالب اجتماعية مطالب الكرامة مطالب الشغل مطالب الصحة مطالب النقل مطالب في مطنية معناها تغتيل اجتماعية هذه كلها مطالب دكور دو الله جات ثورة الحرية والكرامة باش حرت وعطات إمكانيات لأنه العديد من الكتاعات فما كتاعات تسلح روح ياخي شو أصار؟ ياخي ما صلحتش روح ما صلحتش روح هي في روحها ما عملتش على أنها تسلح روح مثلا القضاء ما عملش على أنه تسلح روح كانت موجودة الجماعية والنقابة والقضاءات الشبان والمجلس على القضاء وقضاءات بسقلي ما عملوش على الأعلام كذلك ما سلحش روح ما عملش أند باريته والحوارات يلزم حوار حقيقي على أنواع أعلام شنوه وظيفته الأعلام روه وقت نحكيه على الأعلام نحكيه على معناها حاجة عمومية تخص تخص معناها مسائل تخص الأمن معناها بشكل عام حوارات حقيقية شنوه الأعلام اللي نحبوه الأعلام النازية الأعلام اللي يقول الحقيقة الأعلام اللي ينور الأعلام اللي هذب الزوق الأعلام اللي بعيد على الباز الأعلام اللي معناها يأسس لسجال فكري حقيقي على كواعد البرامج أعلام اللي يخرج من دائرة النفوذ المالي واللوبيات وما إلى ذلك لكن هذا سلموجه يحيل على الأداء السياسي وقتنا نجمعون نرمي الكرة للسياسي وقلوا ويني تشريعاتك ويني وقتنا اللي خذت أنت المسؤولية في 2011 كيف كيف حتى الأحزاب حتى الأحزاب حتى الأحزاب مصرحة تشروح العديد من الأحزاب وذلك عليش فما معناها انحصار عمل الأحزاب إلى حد الماء فهمتني الأحزاب في روحها ما عملتش على أنها تطور روحها ما عملتش على أنها تشيع الديمقراطية اليوم وين نصنع اليوم وصلنا لبرش حاجات اليوم وين نصنع فيهش في الكل إذا كان احنا اعتبرنا أن المسارات كانت فيهشلة في عديد القطاعات اللي ما عرفتش تمنعها روحها اليوم أحناوية يلزم تعود بدينها في الأصلاح يلزم ساعة فما رؤية نقدية ذاتية خاصة اللي يشوفوها وتكون جارئة فيها برشا شجاعة وفيها برشا إرادة زادة بالفعل يتم إصلاح حقيقي شنو نتام الساعة شنو المحاور شنو المسائل اللي بيش نمشيولها وياقع فيها أندباء وفال سمعني من ناحية أخرى معناها تقول لي أنت اشتعمل فما برشا حاجات تعملت ومهمة منظومة الفساد والإفساد اللي معناها أسقطت طبع بن علي واللي ورثتها حركة النهضة ومن لفة لفة من الأحزاب معناها سوى ديزان حدثية كم النداء وقلب تونس وفتحية تونس ومشروع تونس وعمار تونس والحضر تونس ومن العرشنية سوى ديزان لك مهيش حدثية لك مهيش حدثية لا مهيش حدثية ليش حدثية معناها حتى على قبل حدثية معناها أحزاب الليبرالية أحزاب اللي عندها تصور مغترب على شعبها ومغترب على انتمائها وما عندهاش بالفعل أنه الرسين مو ريال ما لسكن صوت لها سلموش الفلوس صوت لها بالملايين بالملايين أصوات صوت لها بالفلوس وصوت لها بالدعاية في المساجد وصوت لها بالكرادن وصوت لها بالصنداج اللي يخدم ويطلع الفريق الفلاني وصوت لها نقص الوعي نقص الوعي فهمت الله نقص الوعي يلزم اليوم الوعي يرجع يلزم الوعي يرجع بشي يمشي للصندوق يعرف شكل يختار الوعي حالة معناها تتراكم وحالة تتطور ليس حالة كارة نحاولو تف ننزلو وننزلو على فلسطة ونقولو فهمتا نحن نعتبرو أنه فما حالة عامة فما حالة عامة فما فضاء عام تكوردو ولا اللي يتوجد نحن كحزب الوطني الديموقراطي المواحد نعملو مع مكونات أخرى اللي تعمل في نفس الاتجاه اللي نلتقيه معناها موضوعيا فإنه يتخلق الفضاء ويقعد الفضاء مفتوح من أجل استجال الفكري حقيقي حول برامج حقيقية لتونس صوته تعقلوه مونجي الرحوي صوته كان موجود في البرلمانات كان موجود في ساحات الندال ومونجي الرحوي لليوم يقول يلزم وعي من عند المواطن بالفضاء العام يكون موجود وينخرط ويعرف كيفيش يختار فضاء عام يعتبر البعض محاصر يعتبر البعض محاصر والبعض يقول اليوم وحنا ندخلين يمكن على تسابق رئاسي مش معقول ناس موجودة في الحبس ومرسوم 54 على رقبة الناس الكل وانت اللي تتكلم على إصلاح للإعلام نجم يقولك اليوم الصحافي قبل ما يتكلم يحسبها 20 ألف مرة ويدور 22 ألف مرة قبل ما يتكلم حتى في ذهابه نحو الحقيقة رو ساعاتك تمشي للحقيقة في الدور الإعلام يتنجم تزرف ولا تغلط إذا كان تغلط ترسيلك في الفينجا فما مشكل شو ما رأيك اليوم في هذا في علاقة الفضاء العام والعلاقتنا بالفضاء العام ديما نردت مع ثاورة تونسية جاءت قالت حريات وقالت يجا نعيش ومبعثنا عيشة فل ساعة نوضحه شيء اللي بالنسبة لنحنا مسألة الحرية مسألة حرية التعبير حرية الرأي حرية التفكير حرية المعتقد حرية الضمير حرية الأكاديمية هذه مسائل مبدئية لا نقاش فيها ونحن نناضلوه من أجلها وكنا ضحاياه وبالنسبة لنحن اللي خاف على الحرية ما عليه كان يتك يرتاح على خاطر اللي خاف على الحرية ويدور كلمة عشرين ألف مرة يقد يرتاح لأن الكلمة الحرة ما سويها حد شيء ولأن الكلمة العالية ما سويها حد شيء علاش لأن الحقيقة والحقيقة وحدها ثورية تقول لي أنت المرسوم 54 نحن ضد المرسوم 54 وعبرنا عليه ما هوش في بيان واحد واقترحنا حتى تعديل فيه أو إلغاءه حتى لأنه ما هو موجود هو مشمول في مجالة جزائية مجالة صحافة وكوانين أخرى معناها لا نحتاجه هذا عداوة أنه اللحظة أنه قاعد ياكا استعماله بطريقة عبثية كاعد ياكا استعماله بطريقة عبثية تقول أو لا هل تقول لك أنه ملاحظة مهمة أنت توا فما بعض السياسيين أو بعض السحفيين أو بعض المحامين اللي يتعرضوا لأنه يتم متابعتهم على معنى المرسوم 54 أنت تعرف اللي عدد اللي يتم متابعتهم على أساس المرسوم 54 واللي موجودين في الحابس أكثر بكثير عشرات المرات من اللي نسمع عليهم واللي هم مواطنين عاديين معناها المواطن اللي مهنش معروف واضح نحن يهمنا ذاك ويهمونا الكل يهمنا أنه مفهماش مواطن يبدأ خايف ما معناها يبدأ خايف معناها يبدأ بش يعبر على فكرة اللي هي مقتنعة بها واللي هي تنجم تكون ضد السيستام وضد النظام وضد الرئيس وضد التواجهات وضد كذا ويخاف مايرزمش يخاف مفهماش على شي خاف دكوردو مفهماش على شي خاف ونحن نحن نعتبر رواحنا مؤتمنين على أنه أي كان يتم استهدافه سياسيا في علاقة بالرأي باش نكونوا إلى جانبه دكوردو هذا واضح باش نكونوا إلى جانبه نحن تقول لي أنت معناها فما فما حالة من الخوف نشعروا بها نحن لكي ذي لكن نحن هاوي نفرقوا نحن نفرقوا ما بين أنه فما معناها ممارسة ديزاجيسمو قاعدين يقعوا بصفة معناها معزولة اللي تقود لوجود نوع من المناخ في حذره في تخوفه وكذا وفما سياسة دولة اللي هي تعمل على كمع الحريات وكمع الحقوق من أجل إنفاذ برنامج معادي للشعب لأنه عادة ومش عادة الحالة الوحيدة اللي توجد فيها كمع للحريات هي حالة استفراد السلطة بأنها تستبد بشعبها وتظلم شعبها وتقمع شعبها وتمرر له إجراءات معادية له من أجل تفقيره ومزيد اضطهاده وتجويعه وفرض عليه حالة من معناها أنه ما يتكلمش أنه ما يعبرش أنه ما يتنظمش مما فهم القصة العربي دكورد ولا طبعني فهم القصة العربي أما هي القصة العربي فهم القصة العربي نتعى البطون تعى وقت اللي نتعى البطون وقت اللي نجي نقول لا رهو توا الحق الاجتماعي وراهو الحق في الماكلة والحق في عايش كريم يا أخوي يجي على حساب الحريات ما فهماش ما فهماش خلي الدمان ما فهمتكش خلي الدمان عند حد برق هو يعرف شنو اللي يلازم ومش لازم حريات نحن في علام ونحن في علام عام وحر يسمع فينا شعب التوسيقى فمش كون يحب تبيانات وضد السلطة القايمة ولا ما فماش فم وتقولوها ولا ما تقولوها وين لكن معناها اللي قاعد يك عفم كونفوزيون 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 مجدود في الحبس السياسي هذا المجدود في الحبس ما هوش مجدود على رأيه السياسي هذا مجدود على قضية حق عام هذي كان مورط في الفساد في قضية التآمر منجير راحوي في قضية التآمر اليوم الأولانية خيام التركي غازي الشواشي اليوم معناش احنا القراءة اللي تورينا للناس هذي مجدود على اجراء هين مفهومة مشكل كيف يبدا نفماش معطيات هي موغية بالمعطيات في مشكل في ضرب الحريات تعطيني المعطيات تنتفع أنا معك ما يسيلش وهذا هي الفضاء العام المفتوح اللي كنت أحكي عليه أنت اللي هو يصنع الوعي هي موفين معلومة شوف شوف موفين الخبر شوف شوف أنا 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 معناها عندي تعاطف مع العديد من المزوني أي دكور دو الله وفي اعتقادي بشكل عام وأنه هكا اعتقادي حسب معرفتي بهم وأنهم ينجموش يكون مثلا مورطين في قضايا تآمر وكذا ينجم يكون جر تورط بطريقة معينة ما يعرف شي ينسي دوسويتا ذا البحث يجيبوا دكور دو الله لكن بشكل عام شوف قديش يقعد البحث يجيبوا شوف أبش كلك حاجة أبش كلك حاجة اللي ينقول لك أنا فما مسار كبير وختير اسمه إسقاط منظومة إسقاط سلطة سلطة اللي جات معنا قلب تونس وأجرمت في حق تونس عشر سنين وما زالت تنجم تشدة عشرات السنين الأخرى دكور دو الله تم بطريقة سلسة وسلمية فما دي الدماج كلها تيرو ينجموا ياك عراهم أنت تعرف في كل التحولات السياسية الكبرى اللي فيها تغير السلطة مش تغير فيها إيطاحة بسلطة وإقامة سلطة أخرى تماما تقع فيها دي ديراباج كبار أنت تعرف في العديد من الثورات فما في المحاكمات الشعبية وقعت فما محاكمة لانشاج وقع في المحاكمة دورنا أنه ندو بها نحن نقوله هذا وضع وأنه تونس يخاف يبدو يتكلم ويخاف ومعناه يخزر على جنابه ما يلزم شي يكون هذا تونسي باش تكلم في التليفون ويقوله يطلبني على واتساب ما يلزم شي يكون وطلبني على السينيال وشوف اللي التليجرام ومنع رشنيه ما يلزم شي يكون يلزم التونسي يحس روحه مرتاح في بلاده في بلاده يلزم يتواصل مع أين كان بأي طريقة في الموضوع اللي يحب فيه دون وأنه في أمتي الله معناه يكون يحس اللي هو برسيكوتي اللي هو قعد ملاحق ومتابع ما يرش منشكون دونك هذي مناخ عام يجبو أن يزول دكوردو لمناخ عام أنا أقول لك أنا المناخ العام هذي ما هوش سياسة الدولة ما هوش سياسة الدولة ما هوش سياسة دولة ما هوش سياسة دولة سيلمونجي هو سياسة دولة لكن الدولة كما عرفناها من الثورة تلتوى يمكن فيها مؤسسات ومؤسسات تتكلم اليوم المؤسسة الكبيرة في البلاد هو رئيس الجمهورية ما هو يمنعه بش يقول الكلام يقول فيه سيادتك أنه يخرج يقول لا مجالة للخوف في البلاد أنه يقول راه القضايا الفلانية هاو كيفاش في تم التعامل معها أنه يقول أنا ما يمنعه ما يمنعه نحن نوزفون بزوان أنه معناها يتقال لهم وهنا نقول له نحن 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 من نرتاحوش أنا كن نمشي مثلا للحجام وإلى نمشي ننقابل الخضار ويقول فهمتي الله معناها اللي يتكلم توا معناها يخاف ونعشنيه موش هذي موش هذي هاو تونس خاصة خاصة واللي نقول له بصوت عالي اللي راه الحرية هذية ما هي منت حتى حد راهوا توانسها توانسها اللي هما شو هذي الحرية والكرامة 17 ديسمبر ربعت الجامفي قدموا أرواحهم باش يتحرر الفضاء العام ما شو هما ربعت الجامفي سيمونجي ما وهذا يا زيد المشكل زيدة superb هذا狗 650 هذا狗 40 جانفي كما خرج الناس للشارع فلected سلطة جانفي والخطاب الشعير اللي عملوا بن علي وتتذكروا المعارضة الكرتونية كيفاش خرجت وقالوا رووا يطمننا هذايا وخلينا نبدأ لا ذكم اللي زمروا وخرجوا بن علي نحكي لك على المباشرين لا مش لا واحد سياسيين فهمتني اللي خرجوا وقالوا رووا الأمور ذي بها وخلينا نتعطوا عاها بصفة إيجابية وهو يضر لنزيه هكو ولا هكو ولا تتذكرها ولا واللي لو لا لو لا معناها هبت الشباب وهبت المناظلات والمناظلين وهبت شعب تونس خلصوا تسكر تحق كيف على الظل معناها أربعة أجران في تاريخ هو تاريخ هربت فيه ابن علي وتحل فيه تحل فيه معناها تحلت فيه ايو فا تحل فيه مسار اللي هو المسار الثوري تقول لي أربعة أجران فيه في الليل في العشية بدأت الانقلاب على المسار ذاك والانقلاب الرسمي عليه من خلال سعود المبزع ووقتها في متى لمحمد الغنوشي والفصل سبه خمسين وثمانية وخمسين والتأويل متاعه وشكوم بشتد راسي جمهورية ومن بعد الهيئة اللي عملها بن علي في روحها وقعت الكونفيرسيون متاعها لايئت من عشور سيدو سويد كل وقتها نسمع نسمع كل عشية شعب تونس هبت وكما هبتش ما يرى بش من علي ورانا ما زلنا في وضع ما نعرفوش ما نعرفوش ما نجموش أنا ما شكول لك شنو الوضع تسكر للواحد ما نقول لك معناها في وضع آخر مرجي راح يوصلنا تقريبا للنهاية السنة هذه 24 ريهاناتها الكبرى على حد تقديرك والله بالنسبة لي 24 ريهاناتها الكبرى نعتبر أنه فم مشاكل كبير على مستوى الاقتصاد عطينا في نيقات عطينا في نيقات فم تحديات مالية واقتصادية ضروري معناها تتخدم عليها برشة لأنه حسب قانون الميزانية صعيب برشة والموجود فيه والفرضيات الموجودة فرضيات غير واقعية تمام تتطلب رجوعنا في أخرى تتطلب حاجة أخرى تتطلب تصور آخر وتتطلب حتى قانون المالية تكملي آخر من أجل وأنه تحط إجراءات حقيقية معناها يعني تتماشى ونفس 25 جويل في مستواه الشعبي في مستواه المطلبي الشعبي ها هدايا كله معناها ضروري على المستواه السياسي فم انتخابات بشتاكع مترشح مترشح لرئاسية من جراحوي لا مانيش مترشح أنا موش متروحي لحد أنا موش متروح وحزب ما تداولش أصلا في الموضوع هدايا بشي تداول فمت طبعا بشي تداول في الموضوع هدايا وبيش يقرر بشي يقرر بشي يقرر الحزب طبعا نحنا فيمتي الله لكن لكن نحنا معنيين بالانتخابات الرئاسية نحنا بشي يكونوا موجودين فيها بأي صورة من الصور شكرا لكسي تعنينا وبشي يكونوا حاضرين فيها بالدعاية بالتشهير بالإسناد بمعناها لتقديم تصوراتنا طعب الشنو نحنا معنيين وهذه محطة كبيرة ومهمة مناش بشي يكونوا خارجها شكرا لكسي المنجي بركة الله وفيك نوعدك أن تكون موجود بحدنا في أقرب الأوقات نرجع القانون المالية نرجع الفكرتك أنه يلزم تكميلي تنافهم عليش يحب منجة الرحوي على تكميلي ونشوفه شنو ولي يحب يكون موجود في التكميلي شكرا لك بركة الله وفيك مرحبا بيك شكرا على السدافة